على سبيل المثال أعطيكم مثالا وليس بالضرورة أن يكون هذا هو المثال الأكمل والأتم ولكن على سبيل المثال قطعا إذا كان المصلي عنده وقت وعنده توجه وأراد أن يذكر في تشهده مثلا تشهدا مختصرا ولكنه يشتمل على أحسن ما علم أو يشتمل على أحسن ما علم من الذين علموه آل محمد فأن يقول المصلي مثلا في تشهده بعد التحميد الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وأبناءهما الأئمة المعصومين أولياء الله وحججه وأشهد أن قائمهم بالحق الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا وجه الله الذي إليه أتوجه وعروته الوثق التي بها أتمسك وحبله المتين وصراطه المستقيم وبابه الذي لا يؤتى إلا منه وسببه المتصل بين الأرض والسماء وسبيله الذي من سلك غيره هلك اللهم صل على محمد وآل محمد هذه صيغة مستقات من نصوص أهل البيت تلخص عقيدتنا في آل محمد لا يشترط أن تكون الصيغة هكذا هذا مثال ضربته لكم تطبيقا لما قاله إمامنا الباقر حين قال قل بأحسن ما علمت قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس قل بأحسن ما علمت